بعد ما فهمنا بشمانسين مع بعض احمال سيزميك لوت عايزين نتعلم ازاي ضفقة وهو برنامج لتابس اخش على قائمة define بقوله loop pattern طبعا انا عشان اعرف static لوت اقوله 0 3 اسمي الراجل ده earthquake x ده كده حملة دلازر في اتجاهه اختار من هنا يكون نوع سيزميك لوت الكود طبعا الخانة دي ما بتفتحش غير في حالة الاحمال اللاترى سواء كانت سيزميك سواء كانت وينب وكذا سواء اختار من هنا اسمي 716 او اسمي 17 او اسمي 17 اي بي سي 2012 هم الكود واحد ويقوله add ده كده افتجاه ال x ده كده اعرف كيس ثانية وليكن في اتجاه ال wash ويقوله add كده انا عرفت الاحمال كده احمل عايز اعرفه ك value هقوله modify lateral load اولا انا افتجاه مين يا بشمانست افتجاه ال x ده اذا ال y كله غير حسنا هناك شيء انا اسمها x direction with eccentricity هذا اللي لازمت هذه يا بشمانست ده الفكرة منها يا بشمانست انا عند ال building اعمل كده في عندي حاجة اسمها center of mass حاجة اسمها center of mass حاجة اسمها center of fragility center of mass اللي هو معتمد على الشكل اللي سلافي يعني البلطة دي مستطيلة مربعة دي نقطة اللي انا لو امسكت منها البلطة سيحصل لايستابيليتي دي الورقة كرامة تكون مربعة امسكها مثلا من نص لما يكون مسلسة امسكها من الثلاث والثلاثين وكذا وفي عندي حاجة اسمها center of fragility وهذه المعتمدة على اماكن وهذه الحاجات القوية وهذه الحاجة القوية اللي موجودة في الاستراكشة شيرول الحاجة اللي لها قوة او كولم قوي يقدر ياخد المكان بتاعها وهذا اسمها center of fragility وهذا اسمها center of mass حملة زلزالة باش مهانسين بيجرد رفع center of mass عشان انقله للفاونديشن بيتنقل center of fragility عن طريق قوة ومومنت لان فيه مسافة من بينهم اهي في زراع عزمة بينهم اللي هو ويبتجال واوي فالكوة في مسافة يديني عزمة زيادة عندي على المبنى بتاعها عشان كده بيتولد تورشن او بيحصل دوروان للمبنى بتاعها الكود الامريكي قال لك ايه قال لك احنا هنضيف كمان 5% من بعض المبنى ده يعني ده مثلا خمسة يبقى اخد 5% من المبنى اكسنتريست الفوق كده قال لك عشان تزوج بيها زراع العزم بتاع سياكتك زراع العزم بدا مكان صغير بقى كبير فيديك عزم اكبر على سواء كان الاعلى او الاسفل احنا ناخد اكسنتريستي لفوق او لتحت لان انا معرفش ممكن يكون ففي الحالة دي زراع العزم تحت هو اللي يكون اكبر ونفس الكلام في اتجاه الواي هناخد اكسنتريستي يمين وشمال عشان لما اجانا للحملة برضو يكون في زراع عزم كبير بدل الصغير ده وهو الاسفل وهكذا يا بشواندس عشان كده انا اختار خمسة في المية من بعض المبنى بيسألنا عن قيمة التي احنا قلنا عليها والاكس التي احنا شرحناها بالتبصية تايم بيريو بتاع الاسفل بتاعنا ايه بشوان سي احنا قلنا الميني مبقف التي بي او السي يو في التي اي ما بيسأل حضرتك هنا التي اي احسابها ازاي اللي عبارة عن السي تي اتشو سيكس السي تي بكام قال لك بشواندس معتمد على حاجة اسمه مين الديزاين برامتر او اد اس دي وان كوفيشن تطلع من هنا السي يو طب انا عايز السي تي قلنا السي تي بكام اهي السي تي والاكس ومعتمد انا بقاوم باي احنا لسه المبدأ بتاعنا بنقاوم عن طريق ده انا لسه بقاوم باول جزء عامي فباخدها بالرقم الجوه ده ده بوحدات المتريك ده بوحدات الفيت والاكس بتمانية من عشر فانا اختار من هنا اهو الوكام اللي هو تمانية وعشرين من الف لو انا شغال فيت ده بوحدات الفيت ده في حالة الستيل ومنان عليه البرنامج هيعرف يطلع لك قيمة سواء كان من البرنامج او سواء كانت المحسوبة من هنا طبعا الزلازل بتطبق من اول تحت الحد اعلى خاصة تمام؟ بعد كي يسأل سيادتك طبعا وردينه 8 سوائنة اهم حاجة عندي مش مانتسي القيم من الاس اوف اس والاس اوف اون اس اوف اس و اس اوف اوف اون لو سيادتك تفتكروا هناخد بس نفس الارقام اللي احنا اشتغلنا بها في برنامج الروبط عشان لما يعمل مقارنة ما بين النتائج بس ده معتمدة على كل بلد موجودة فيها الارقام بي يعني مثلا الشيطة الاكسل اللي احنا استعرضناها قبل كده ده بيوضح لي برضو الاس اوف اس والاس اوف اون سيادتك لو دخلت على الجوجل جوجل ما بس تقدر تطلع برضو دوائر خطوط الطول لدوائر اللي عرضوا منها تعرف تطلع كيمة الاس اوف اس والاس اوف اون وده اشهر الموديل اللي انت ممكن تستخدم كيم الاس اوف اس والاس اوف اون بتاعتك سايت كلاس بتاعنا سايت كلاس بتاعنا هيكون من طيب رقم دي عشان برضو احنا صنفنا طيب بتاعتنا سريعا بس بعد الشرق سوف افكر حضراتكم باللي احنا ونابش وانسين بالشكل ده اخترى ان اعلننا ايه طبعا لو جال حضرتك تقرير تربة فانت بتعرف تحدد ان ينوع منها فانا وليا كنا اختار الطيب بتاعيكون دي بالشكل هو اوتوماتيك البرنامج بيحسب الاف اوف اي والاف اوف اي وانا برضو كل ده بيجي زي وشارحناها في الماني وعشان ما نطولش الكلام الريس بونس و موديفكيشن فاكتور هنلاقيه باش موانسين بتواجد عندنا ده معتمد على انا بقاوم الاستراكشور بتاعي ايه او بلدنج فريم سيستم انا طبعا شغال ببلدنج فريم سيستم بس اكسنتوريستي لا انا شغال ريجيد فريم وليكن موجود عندنا ريجيد فريم هنا اوت في المومنت ريزيستنج فريم موجود بالشكل ده ادي المومنت فانا عندي قيمة الار بتمانية والسي دي بخمسة ونص فانا اقول له الار بتاعنا بتمانية السيستم اوبر ايه اللي هو الاميجا تعال نشوف الاميجا الاميجا بكام بتلاتة عندنا اميجا بتلاتة السي دي بخمسة ونص يعني هي متزبطة معتمد على ده معامل الاهمية بتاعتي بتاع ده معامل اهمية بتاعتي ايه هل هو منشأة قليلة اهمية ولا منشأات عادية ولا منشأ في صلاة وفي تجمعات في ارواح مثلا انا اخبر المنشأ بتاع ده عشان مبنى هيكون هيكون في عدد اشخاص كتير فانا اخد الكاتجوري وليكن فانا اخده واحد وربع عشان الامبورتنس بتاعتي اخده واحد وربع اقول له اوكي بالضبط البرامتر اس دي اخده في اتجاه الواي اخطار ده هشيله في اتجاه الواي هزبط ما اتزبطه تمام بالشكل ده طيب دي ثمانية ثلاثة خمسة ونص وواحد وربع وربع انا كده زبطت كده البرنامج في اهم الاحمال السيزميك بالطريقة الاستاتيكية اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي اشتركوا في القناة